إنجازات مستمرة يحققها الجيش العربي السوري على مختلف محاور الاشتباك في الجنوب استعادت وحدات من الجيش عددا من كتل الأبنية في درع البلد وقضت على عدد من إرهابيين جبهة النصرة خلال استهداف تجمعاتهم وتحركاتهم في دوار المصري وأحياء الكرك الأربعين كما دمرت عدد من السيارات بمن فيها من إرهابيين أثناء محاولتها التحرك باتجاه إحدى النقاط العسكرية في المنطقة فيما دمرت وحدات الجيش أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي وقضت على معظم من بداخله في الحارة الجنوبية لقرية القصر بريف السويداء الشمالي في الريف الشمالي لمحافظة حماس تهدف السلاح المدفعية أو كار جبهة النصرة في بلدة اللطامنة ما أسفر عن تدمير آليتين ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين كما استهدف الجيش محاورة حرك الإرهابيين ومواقع انتشارهم في قرى طيبة الإمام والحاية ومعركبة ووادي كفرزيتا ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين تدمير آليات تابعة لجبهة النصرة ومقتل عدد من أفرادها كانت حصيلة ضربات جوية نفذها سلاح الجو في الجيش على أوكار التنظيم الإرهابي في بلدة السرمدة شمال محافظة إدلب والتي تعتبر أحد خطوط إمداد الإرهابيين الرئيسية القادمة من تركيا وفي ريف إدلب الجنوبي نفذت وحدات من الجيش عملية أدت إلى مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير ثلاث آليات في أطراف بلدة كفرنبول بمنطقة معرة النعمان